على وقع خلافة عميقة أحدثت شرخا كبيرا في المشهد العراقي ورث محمد شيع السوداني حكومة مثقلة بالتحديات ليس من باب أحداث إصلاحات يطالب فيها العراقيون فحسب فالتحدي الصدري وأنهاء سياسة المحاور في علاقته الخارجية مع الدول وتحديات أخرى يقول مراقبون إنها لا تبشر بنهاية قريبة لأزمات العراق في برنامج حكومته يضع السوداني من ضمن أولوياته العمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين ودعم الفئات الفقيرة ومعالجة البطالة وأصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية كذلك أما في العلاقات الخارجية يريد السوداني اعتماد مبدأ عدم السماح للعراق بأن يكون ممرا أو مقرا للاعتداء على الدول الأخرى واتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع هدف قد يصطدم بالواقع على الأرض فالقوى التي رشحت السودان لهذا المنصب تعد مقربة من إيران وبالتالي ستضطره إلى الميل أكثر نحو محور إيران لكن مراقبين يتوقعون أن يسعى السوداني إلى تحقيق توازن بين الغرب وإيران في ظل حاجة البلاد الماسة لاستثمارات أجنبية في قطاعات أنهكتها سنوات من الأزمات والحروب صحيح أنه بمنح الثقة لحكومة السوداني تنتهي حالة الانسداد السياسي التي خيمت على البلاد عاما كاملا لكن ذلك لا يعني نهاية الأزمة كما يقول محللون والذين يرون أن أزمة العراق لا ترتبط فقط بالحكومات المتعاقبة ولكن في خلل ببنية النظام وكيفية تعاطي الطبق السياسي مع التحولات كما يرى آخرون أن المشكلة تكمن في أن حكومة السوداني جاءت بنفس أساليب الحكومات السابقة ونفس الكتل السياسية لكن هذه المرة تفتقد حكومة السوداني لتيار أساسي طالما كان مشاركا أساسيا في كل الحكومات وهو التيار الصدري وفي البرنامج الحكومي اتفقت القوى السياسية على تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر وأجراء انتخابات مبكرة خلال عام وهو المطلب الأساس لأصدريين خطوة انتحققت قد تسهم في استقرار المشهد نسبيا خصوصا إذا صاحبها إعطاء ضمانات للصدريين في ظل توجه السوداني نحو استراتيجية احتواء التيار الصدري كما يقول المحللون في المقابل ترى بعض الأطراف من مجموعة الأزمات الدولية منظمة مختصة بهذا الشأن أن الأحزاب الداعمة للحكومة الحالية غير مهتمة بإجراء انتخابات مبكرة معتبرة أن مهلة عام لإجرائها ليست واقعية ومن دون أن يجد رئيس الوزراء الجديد صيغة لترضية زعيم التيار الصدري فسيبقى من بين أكبر التحديات التي تواجه حكومته بالنظر لقدرته الكبيرة على تحريك الشارع وكذلك الخروج بتظاهرات واسعة يقول مراقبون ترجمة نانسي قنقر